اهلا بكم مشاهدينا في هذا الحديث الخاص الذي نجريه مع المفوض العام لوكالة الانروى بير كرامبول على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك والكهلا وسهلا بك سيد كرامبول وشكرا على هذا اللقاء طبعا الانروى لطالما كانت دوما عرضة للضغوط ولكن لماذا تبدو هذه الضغوط اكبر عليكم الان على المستويين السياسي والديبلوماسي نعم اعتقد ان هذا صحيح فالمنظمة موجودة الان منذ نحو سبعين عاما ومرت بالفصول النادة ويمكنني ان اتذكر زملاء الذين نتعاملوا مع الوضع في الانتفاضة الاولى على سبيل المثال او نتائج الحرب الاهلية في لبنان على اللاجئين الفلسطينيين انذاك انا متأكد انهم هم من شعر بانه كان صعبا للغاية التعامل مع تلك المراحل ولكن اليوم بسبب الوضع في الشرق الاوسط والاستقطاب السياسي العميق وحقيقة ان مسألة اللاجئين اصبحت حساسة جدا عند بحث مستقبل المنطقة نشعر اننا تحت ضغط سياسي كبير كما انه علينا ضغط كبير بسبب قرارات الولايات المتحدة الامريكية العام الماضي بقطع 300 مليون دولار و60 مليون اخرى العام الحالي هذا جعلنا نقف امام وضع غير مسبوق اطلاقا على المستويين السياسي والاداري وكذلك المالي ولكن يبدو ايضا ان التحقيقات الجارية الان في الامم المتحدة اضافت ضغوطا على الانوروا وربما تضع مصداقيتكم تحت المسائلة هل تعتقد ان التحقيقات ستؤثر على تجديد ولاية الانوروا المنتظرة خلال اسبيع في الجمعية العامة؟ هناك عدة قضايا هنا اولا هناك التقرير الذي قدم عن ادعاءات وشكاوى عن عدد محدد للمسائل وعن امر قيد التحقيق المستقل وكما فعلنا منذ بداية التحقيقات تعاوننا بشكل منفتح مع التحقيق وانا اكثر المهتمين بالتواصل الى نتائج ولكن نحن واضحون جدا مع الجميع انه بسبب التحقيق لا يزال قائما نحن لن نعلق على ادعاءات لقد رفضت بشكل علني الاوصاف التي اطلقت على الادعاءات الموجهة ضده ولكننا لن نخوض في مزيد من التفاصيل لان التحقيق لا يزال مستمرا طبعا هناك تحدي دائما في التعامل مع البيئة المحيطة بالتحقيق ولكن هذا اجراء طبيعي جدا في الامم المتحدة وحين تقدم شكاوى من الطبيعي دوما ان تراجع وهذا ما يجري الان لهذا تعاون الجميع الى عدم القفز الى اطلاق الاحكام على ادعاءات اطلقت بشكل علني لان بعض التوصيف صادم بشكل واضح وسننتظر النتاج وندع الجميع الى الاحتكام لها قبل اطلاق احكام استباقية وهي يجب ان تكون مبنية ليس على ادعاءات وشائعات وحسب بل على الادلة وطبيعي جدا ان ندعو الى هذا الامر بعض المسؤولين في مناصب رفيعة في الانرواز تقالوا او اعفوا من وظائفهم بسبب التحقيق هل تشعر ان منصبك الان معرض للاستهداف سواء في الاعلام او من جانب مسؤولين امريكيين او اسرائيليين بالنسبة الى التحقيقات لن اعلق اكثر فهذا اجراء مستمر وكما ترى فانا هنا لست فقط في الجمعية العامة للامم المتحدة بل كنت ايضا اخيرا في اجتماع مع وزراء الخارجية للدول العربية في القاهرة وانا لن اهرب من مسؤوليتي وسانخرط بشكل فعال وعلني في هذه المنظمة وسواصل الانخراط لحجد الدعم السياسي واي دعم اخر للانرواز وسننتظر نتيجة التحقيقات عقدتم مؤتمرا دوليا في الامم المتحدة وشارك فيه عدد كبير من الدول ما اهمية هذا المؤتمر وما هي الحاجة المباشرة والملحة للانرواز بعد انعقاده الانرواز لها ميزانية للعام 2019 هي 1.2 مليار دولار لكل انشطتها ومن المهم هنا ان لا اتحدث فقط عن التمويل بل عما يتعداه لناحية اهمية المنظمة فنحن لم نوجد انفسنا بل اوجدتنا الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1949 لخدمة من كانوا انذاك 700500 لاجئ فلسطيني فيما الرقم الحالي هو 5.4 مليون هذا مساو لعدد سكان دولة كالنرويج او سنغافورا وهو رقم كبير من السكان ونحن ندير 700 مدرسة ل530 الف طفل وطفلة من اللاجئين ونحن المقدم الوحيد للامل في المنطقة بالتالي هذا هو المهم وللقيام بذلك نحتاج الى 1.2 مليار دولار سنويا كان لنا في مطلع هذا العام توقعات بعجز نحو 211 مليون وكان هذا هو الهدف الذي نريد ان نتوصل الى معالجته ونحن الان خفضنا ذلك الى 120 مليون بالطبع اي جهد واي زيارة اقوم بها الى الدول وكل مؤتمر هنا في الامم المتحدة جزء منه يخصص لحجز الدعم السياسي والمالي وللتأكد من اننا يمكننا الاستمرار في عملياتنا على سبيل المثال قبل اسابيع قليلة فتحنا اكثر من 700 مدرسة في الموعد الدراسي المحدد وهذه رسالة مهمة جدا الى الجميع يجب ان نبقي هذه المدارس مفتوحة لان مسألة ابقائها مفتوحة تعني حماية التعليم ليس فقط الى نهاية العام بل الى نهاية العام الدراسي وفي هذا الاطار الاجتماعات والمؤتمرات والدعم من جانب الامين العام للامم المتحدة ولكن ايضا من جانب العديد من وزراء الخارجية العرب الذين التقيتهم هنا في نيورك وانا اقدر الاهتمام الذي يوليه مسؤولون رفيعون والعديد من الدول المختلفة ساتناول المساهمات العربية في ميزانية الانوروى بعد قليل ولكن قبل ذلك نرى ان تغييرات حصلت في الادارة الامريكية منها استقالة كل من مبعوث الرئيس الامريكي الى عملية التسوية جيسون جريمبلت ومستشار الامن القومي جون بولتون هل ترى ان هذه التغييرات ستساهم في تحسين موقع الانوروى في واشنطن ام انها ربما ستخفف من الموقف السلبي ضد الانوروى هناك نحن ندعم جدا ابقاء القنوات مفتوحة ليس فقط هنا في نيورك بل ايضا لنا مكتب في واشنطن وانا التقي المسؤولين في السفرات الخارجية واعتقد ان هذا مهم جدا لان الولايات المتحدة قدمت مساهمات ضخمة لدعم الانوروى واللاجئين الفلسطينيين على مدى عقود وهي اكبر مانح بشكل مستدام لوقت طويل وهذا ما ادى بيء العام الماضي الى القول بوضوح كبير انني اسف لقرار الولايات المتحدة الامريكية خصوصا لانه ادى الى وقفي واحد من اكبر الموارد التي تخدم الكثير من الاهداف على سبيل المثال المدارس التي بنيت غالبا واحيانا بشكل حصري كانت تمول من التمويل الامريكي لذا نحن منفتحون جدا ومتمسكون بالانخراط في اي وقت حالما اعلنت الولايات المتحدة الامريكية موقفها بوضوح انها لن تدعم الانوروى خسرنا 360 مليون دولار على مدى سنتين ولكن الانباء الجيدة كانت العام الماضي بان 43 دولة ومؤسسة زادت من تمويلها لمنظمة الانوروى في العام 2018 ما سمح لنا بالاضافة الى الاجراءات الداخلية التي قمنا بها التي كانت صعبة احيانا كاجراءات تقشفية ولكن احيانا كانت جيدة للتوفير في وقت الازمات ان تحمل خدمات التي تقدمها الوكالة لانني ساقول شيئا حين تفقد كمنظمة انسانية تمويلا بمقدار 360 مليون دولار في العام فهذا يسبب ازمة وجودية وهنا كان علينا ان نستخدم وسائل جديدة ومقاربات جديدة هل يمكن ان تعطينا امثلة من غزة مثلا اي نوع من المشاريع اوقفتم او خفطتم الميزانية لحصن الحظ تمكننا من الحد من الاقتطاعات التي كان علينا ان نقوم بها في غزة مثلا قبل عام من الان وبسبب قطع التمويل الامريكي نفوذ المال منا وقمنا بمشاريع تمويل طارئة وكان علينا ان نقلل في عدد الوظائف او نستغني عن بعضها وعن بعض الذين كانوا يقدمون الدعم الاجتماعي والنفسي وهذا امر مهم جدا في غزة كما كان علينا ان نحمي استمرار تقديم المعونات الغذائية لمليون انسان وكان علينا ان نوزع مع حقيقة ان تمويل لم يعد موجودا بالنسبة نفسها بالتالي قمنا بحماية 30 الف وظيفة عموما غالبيتها من اللاجئين الفلسطينيين 98% من موظفين هم من الفلسطينيون اطباء وممرضون وعاملون اجتماعيون وعمال الصرف الصحي في المخيمات ونحن فخورون بالمناسبة بان 98% من موظفين هم من الفلسطينيين وهذا يقدم ضمانة للمجتمع كما ان المرتبات تحمي اوضاع العديد من العائلات بالتالي كان علينا ان نحارب العام الماضي للحد من التبعات على اللاجئين والموظفين والى حد كبير نجحنا في ذلك ايضا في الجانب السياسي هل تتوقع ايكون للقيادة الاسرائيلية الجديدة موقف افضل تجاه الانروا من الصعب جدا معرفة ذلك وهذا في عداد التكاهنات حاليا لانني لا اعلم تشكيلة الحكومة المقبلة ولكن عموما لدينا انخراط مستمر مع اسرائيل ولدينا قنوات مفتوحة وطبعا لا نتفق على كل شيء وهناك جوانب تشكل تحديا في العلاقة ولكن هناك ايضا الكثير من الاعتراف بقيمة انشطتنا لاننا نعلم انهما لم يتبكن 280 الف طالب في مدارسنا في غزة من الحصول على التعليم في بيئة الانروا فالى اين سيذهبون اعتقد انه سواء من ناحية الاستقرار الاقليمي او الكرامة الانسانية قيمة انشطتنا الانسانية معترف بها لذا سنأخذ ايا كانت نتيجة تشكيلة الحكومة الاسرائيلية وسنستمر في الانخراط المكثف وهذا جزء من حوار الشراكة الذي يجب ان يستمر ولدينا مواقف مختلفة ولكن طبعا من المهم ابقاء هذه القنوات مفتوحة الادارة الامريكية تعمل بوضوح سواء في مجلس الامن او هيئات الامم المتحدة الاخرى على تحييد التركيز عن العملية السلمية لابقائها خارج نطاق الامم المتحدة ماذا تطلب من الولايات المتحدة في هذا الشأن؟ اعتقد ان الرسالة الاساسية التي اقولها بشكل نعم ان على الناس ان تتذكر مسألة مهمة وهي انك لن تلتقي ابدا باي لاجئ اراد بنفسه ان يكون لاجئا كما انه من المؤكد انني لم التقي بلاجئ يريد ان يبقى لاجئا والاكيد انه ما من لاجئ يريد ان يبقى لاجئا بمقدار ما بقي اللاجئون الفلسطينيين لاجئين واعتقد ان الجميع يريد مستقبلا مختلفا واعتقد ايضا ان هذا المستقبل يجب ان يكون ويوجد بالمعنى السياسي والدينامية السياسية يجب ان تكون شاملة لان الحلول السياسية يجب ان تشمل كل الاراء والهواجس والتطلعات والمخاوف لكل المكونات المعنية بالنزاع ولا يمكن تهمش او تجاهل حقيقة ان 5.4 مليون لاجئ فلسطيني موجودون وتوقع التوصل الى وضع سياسي مستقر في المنطقة رغم ذلك هناك محاولات في بعض الدوائر لنزع المشروعية او تحييذ او حتى التظاهر بان اللاجئين الفلسطينيين غير موجودين واحد من اكبر المغالطات التي اسمعها هي الادعاء بان اللاجئين الفلسطينيين هم اللاجئون الوحيدون في العالم الذين يتوارثون صفة اللجوء عبر الاجيال ولكن لنأخذ حالة اللاجئين الافغان الذين لا يزالون لاجئين في باكستان او ايران لاربعين عاما هذا ليس نفسه زمن اللجوء للفلسطينيين ولكن طبعا اطفالوا واحفادوا اول اللاجئين الافغان الذين نزحوا الى باكستان في العام 1979 معترف بهم من جانب المفوضية العليا للاجئين بانهم لاجئون ايضا وتقدم لهم المساعد على هذا الاساس بالتالي ليس هناك من فرق في الطريقة التي يعامل بها اللاجئون الفلسطينيون اريد فقط التذكير بانه الى ان يتم التوصل الى حل عادل ودائم لماذا نحن نريد التخلص من منظمة وخدمات تقدمها الانوروى منذ نحو سبعين عاما رغم ان اثنين فاصل خمسة مليون لاجئ فلسطيني تخرجوا من مدارسنا منذ الخمسينات هذا انجاز بحد ذاته يمكننا ان نذهب الى مؤتمرات كثيرة حول التنمية المستدامة ونستمع الى كل الخطابات الجيدة التي تلقى ولكن الانوروى في الواقع هي من يقدم هذه الخدمات التي لها تأثير خاص على ارض الواقع لاجيال متتالية مشاهدين سنعود بعد فاصل قصير اهلا بكم مجددا مشاهدين في هذا الحديث الخاص الذي نجريه مع المفوض العام لوكالة الانوروى بير كرامبول على هامشي اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك اهلا بكم مجددا سيد ترامبول الانشطة الاستيطانية والتوسع الاستيطاني هي واقع يومي في الضفة الغربية هل تخشى من عمليات تهجير او نزوح جديدة في الضفة في ضوء ما سمعناه في الانتخابات الاسرائيلية من العديد من السياسيين الاسرائيليين بما فيهم بن يمين نتنياهو اعتقد انه ظاهر في الضفة الغربية والقدس الشرقية مسار التوسع الاستيطاني الذي له بالطبع تبعات عميقة على الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين ترى هدم المنازل وايضا نزوح الناس جراء ذلك بالتالي الضغط على المجتمع كبير جدا ونراه ايضا في زيادة الضغط مثلا على قدرة الانروا على تقديم خدماتها في القدس الشرقية مثلا حيث نشهد بازدياد مضطرد وبقلق متزايد لان ذلك لا يطال فقط مجتمع اللاجئين في القدس الشرقية وليس فقط بالنسبة الى منظمة تعمل بتكليف من الامم المتحدة ولكن ايضا بسبب التركيز الذي هو قوي جدا هنا في نيويورك وبشكل دوري بين الدول على الحفاظ على اسس حل الدولتين الانروا في القدس الشرقية تقدم الخدمات الى اللاجئين الفلسطينيين وهو ما على المجتمع الدولي ان يواصل الاهتمام به اعتقد ان احد اكبر التحديات التي نواجهها بالنسبة الى قضية اللاجئين الفلسطينيين ان جذورها تعود الى سبعين عاما مضط والناس يعتبرون انها لم تعد معاصرة وان التركيز يجب ان ينتقل الى ازماته سوريا واليمن وليبيا وهو امر اتفهمه تماما ان الناس في سوريا واليمن وليبيا يستحقون كل الاهتمام ولكنني اشعر ان المجتمع الدولي لا يقدر حقا كم معميق هو الالم والمعاناة في المجتمع الفلسطيني وباعتبار انني عملت في اوضاع انسانية لعقود لم انظر الى الوضع القائم من زاوية واحدة فقط او من اعتبار واحد وان ذهبت الى غزة لنعود الى الحديث الى غزة الناس لا يقدرون ابدا عنق الازمات الاجتماعية النفسية التي يعانيها غالبية المجتمع بسبب الحروب المتكررة وبسبب الخطر على الحياة بالتالي هذه الامور يجب ان تعالج ونحن يمكننا ان نقدم وهو دور مهم ولكنه متواضع مقارنة بمجمل الوضع الانساني ولكن في النهاية الامر يتعلق بالعمل السياسي والارادة السياسية وهذه النقطة التي نرى انها مفتقدة بشكل جدي في المجتمع الدولي الحركة من غزة واليها صعبة جدا سواء عبر المعابر مع اسرائيل ولكن ايضا في الجانب المصري كيف يؤثر ذلك على عمل الانروى في غزة اول ما نريده من نقاط العبور هي ان نتمكن من ادخال المواد نحن نجلب المساعدات والادوية ومواد البناء وهو حوار نجريه مع اسرائيل حول الدخول الى غزة وفيما يستمر وجود تعقيدات وعرقيل بالعموم يمكن القول انه لدينا حوار حول العمليات لجلب مواردنا الى قطاع غزة ما تشير اليه وهو مهم يتعلق بالناس في غزة وليس بالانروى انها قضية الناس سكان غزة الذين يجدون مغادرة غزة صعبة للغاية ولديهم عدد محدود من التصاريح حين يتعلق الامر بالذهاب الى الضفة الغربية ولكن ايضا احيانا كما اشرت في السفر الى مصر هذه طبعا قرارات تتخذها السلطات المعنية ولكن مكمل التحدي فيها يتعلق خصوصا في القضايا الصحية لان هناك عددا من الحالات التي لا يمكن ان تعالج داخل غزة على سبيل المثال رأينا كل الاحتجاجات التي جرت في العام ونصف الماضية لدينا المئات واحيانا الالاف نشبان الذين جرحوا في الاطراف وباصابات من رصاص ويحتاجون علاجا ومتابعة بجراحة لا يمكن تلقيها في غزة ولدينا مرض السلطان في غزة على سبيل المثال ومن الصعب جدا عليهم مغادرة غزة لتلقي العلاج وليس لهم القدرة على تلقي العلاج في غزة هذه امور نؤكد انها تتطلب المزيد من الاهتمام دعني افهم اكثر كيف تتم عملية اخراج مريض بالسرطان مثلا او مريض يحتاج عناية طبية خاصة من غزة هل تنسقون انتم مع السلطات الاسرائيلية للحصول على تصريح طبي وما هي العراقيل التي تواجهونها في هذا الاطار طبعا في الجانب الاسرائيلي الامر يتعلق بقرار امني يتخذ على نطاق فردي لمن يحتاج علاجا طبيا واحيانا يتم اصدار تصريح من جانب السلطة الفلسطينية وهذا ينسق عموما من خلال النظام الصحي الموجود في غزة واحيانا بدعم ومساعدته منظمة الصحة العالمية واخرين ودون الخوض في المزيد من التفاصيل اود ان اخبرك اني التقيت ناجين من السلطان ولكن ايضا هناك من ينتظر تلقي علاج السلطان البعض حصل على علاج كيميائي او شعاعي في متشفيات في اسرائيل ولكن رفض طلبهم للحصول على تصريح لزيارة ثانية طبعا هذه فقط البيئة وانا اصفها الان ليس لاطلاق الاتهامات ولكن فقط لانك تسأل عن تأثير الوضع على الافراد الذين لا يمكنهم مغادرة غزة كل هذه الحقوق الطبيعية التي نتمتع بها كاخذ افراد العائلة الى المستشفى حين يحتاجونها او تلقي العلاج المناسب هي امور لا تحدث بشكل ملائم ولا حتى قريب من الملائم في غزة وهذا يوجد الى جانب المستوى المرتفع من البطالة وعدم قدرة الطلاب على ايجاد الوظائف وسواها من الظروف كلها توجد بيئة نفسية العالم حاليا لا يوليها حق قدرها نرى ان الخطاب الوطني او المعادل للاجئين يتصاعد بشكل عام هناك لبنان على سبيل المثال الى اي حد تهدد هذه البيئة السياسية اللاجئين الفلسطينيين هناك في العالم عموما حساسية اكبر وانحصار في التسامح وتقبل اللاجئين والنازحين واذا اخذنا لبنان على سبيل المثال طبعا التاريخ المعقد الذي يعيه الفلسطينيون علنا وما حدث في الحرب الاهلية وسواها ولكن اشعر اليوم في حواري مع السلطات اللبنانية وجود تطلع الى الحلول لانه لا يمكن حل الازمة بين ليلة وضحاها وصحيح ان ظروف اللاجئين صعبة ومسألة الحق في العمل الذي يعد اساسيا في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ولكن بالنسبة الى دعم عمل الانورو اشعر انه على امتداد المنطقة قوي جدا لذا اعتقد ان الجميع يفهم ان عدم توفر خدمات الانورو كمكون في تقديم وتقطية هذه الحاجات الاجتماعية البالغة الاهمية من خلال التعليم والخدمات الاجتماعية والانشطات الاخرى لكان عنصرا اضافيا في تقويض الاستقرار في المنطقة بدلا من اشاعة الاستقرار اعتقد ان هذا يصب في مصلحة الجميع في المنطقة اضافة طبعا الى الدول الاخرى الاوروبية وسواها التي بالتأكيد تواصل دعم الانورو في القيام بهذه الاعمال لان لدينا الخبرة والموظفين والمعرفة المحصلة عبر العقود ايضا في لبنان نسمع تقديرات مختلفة عن اعداد اللاجئين الفلسطينيين ما هو تقديركم انتم لعدد اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزالون في لبنان تصل برامج المساعدات الى اكثر بقليل من مائتين وعشة الاف كان في اوقات سابقة ثمت اعداد للاجئين الفلسطينيين وصلت الى خمسة الاف ولكن طبعا الناس بعضهم غادر او انتقل الى دول اخرى وهذا هو العدد الذي لدينا الان من الذين نقدم اليهم المساعدات وهناك من اللاجئين الفلسطينيين الذين اتوا من سوريا الى لبنان ونحن نقدم لهم الخدمات ونحاول دوما ان ندمجهم في تقديم المساعدات بالتالي هذا هو الرقم الذي لدينا حاليا ماذا عن سوريا هل لازلتم تقدمون خدمات الى اللاجئين الفلسطينيين وما طبيعة هذه الخدمات كنت الاسبوع الماضي في سوريا في دمشق ودرعة وكان مدهشا للغاية رؤية اننا توصلنا الى تقديم المساعدات لتحسن التعليم لخمسين الف طالب اكثر من نصف مدارسنا في البلاد تضررت او دمرت وطبعا كان علينا ان نجد سبلا بديلة لتقديم التعليم وكنت في احتفال لتكريم المتفوقين من طلابنا في سوريا خلال زيارة الاخيرة وكان بديعا رؤية الطلاب في مخيم اليرموك المدمر بالكامل في جنوب دمشق ممن نزحوا مرارا خلال الحرب ورغم ذلك كانوا من افضل الطلاب حتى ان المختصين التربويين يعجزون احيانا عن ايجاد التفسير للكيفية التي يتمكنون من خلالها تقديم مستويات مماثلة والسبب هو ان التعليم هو الامل الاخير الباقي من خلال مدارس الانروا لذا نواصل عملنا ولكن اكرر واذكر العالم بان هذا يتم بثمان غال خسرنا ثمانية عشر زميلا منذ بداية الحرب في سوريا ولا يزال خمسة وعشرون مفقودين بالتالي نحن منظمة انسانية لا تعمل من الناحية النظرية ولا نعمل بالكلمات الرنانة لقد خسرنا جملاء بسبب طبيعة الحرب كما اننا خسرنا احد عشر زميلا في الحرب في غزة عام 2014 هذا يظهر احيانا كيف ان الناس يعتقدون ان منظمات الامم المتحدة هي بيروقراطية كل هؤلاء الموظفين الذين خسروا حياتهم في الخدمة بالنسبة لي هم الاثبات المضاد لفكرة البيروقراطية نحن منظمة حية نعمل على الارض احيانا في اصعب الظروف في العالم ونحن فخورون بما نقوم به هل اعدتم بناء المدارس في سوريا اذا ام ان الحكومة هي من اعاد بناءها ام انكم استأجرتم ابنية جديدة قمنا بعدة حلول خلال الحرب استخدمنا المدارس التي كانت لا تزال صالحة للطلاب المهجرين الذين لم يتمكنوا من الوصول الى مدارسهم بسبب الحواجز او مناطق القتال الخطرة كما طورنا طرق التعليم الذاتي كما استخدمنا شبكات الانترنت لبث حلقات التدريس انطلاقا من غزة بحيث كان الاساتذة يبثون الحصص من غزة الى التلامذة في سوريا الذين لم يكونوا من اللاجئين الفلسطينيين او حسب واستخدمنا الكثير من الوسائل كما استخدمنا المدارس المتوفرة والابنية التي قدمتها الحكومة لتدريس حصص بعد الظهر وايضا بدأنا اعادة بناء المدارس في بعض المناطق التي يمكن الوصول اليها لتقديم خدمات الى التلامذي بشكل كامل هل تلقيتم تعهدات من دول عربية لدعم حملة التمويل في المؤتمر هنا ام مثلا في المستقبل القريب اريد ان اشير هنا اولا الى اننا تلقينا عام 2018 من كل من السعودية وقطر والامارات العربية والكويت 50 مليون دولار حيث عانينا من نقص بمقدار 446 مليون وتلك المساهمات من الدول الخليجية كانت اساسية للتمكن من الاستمرار وتجاوز الازمة الوجودية التي نواجهها العام الحالي جهودنا تتركز على الحفاظ على هذا المستوى من المساهمات وتلقينا دعا هدى للامارات العربية المتحدة بتقديم مساهمة بالمستوى نفسه ونأمل خلال الاسبوع في نيويورك ان نتلقى الدعم نفسه من الدول الخليجية لانها كانت دوما في السنوات المنصرمة من خلال تجربة اقرب الشركة الينا ونحن نتطلع الى عقد المزيد من الاجتماعات معها الاسبوع الحالي ماذا عن الدول الاخرى من هم المانحون الرئيسيون للانروا الاتحاد الاوروبي هو اكبر المانحين حاليا للانروا ولدينا المانيا والسعودية ودول اخرى كبريطانيا والسويد وكل الدول الخليجية هي بين العشر الاوائل التي دعمت الانروا كما اضيفه دولا كالنروج واليابان لطالما كانت من اكبر المانحين ونحن ممتنون لهم جميعا من عوض الفجوة الناتجة عن قطع التمويل الامريكي العام الماضي حصلنا على زيادة كبيرة من الاتحاد الاوروبي والمانيا والسعودية وقطر والامارات والكويت كما تلقينا تمويلا اضافيا من دول كاليابان ودول زادت مساهماتها كالنروج وهولندا كما قلت سابقا تلاثة واربعون دولة ومؤسسة زادت تمويلها للانروا والتحدي الكبير هو الحفاظ على مستوى الدعم الحالي ونحن نقوم بجهد كبير في هذا الاتجاه شكرا سيد كرامبول على حضورك وأهلا وسهلا بك مشاهدينا شكرا على هذه المتابعة في هذا الحديث الخاص من نيويورك وإلى اللقاء اشتركوا في القناة